بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا وسهلا بكم أعزاء الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس التعلم عن بعد للمرحلة الثانوية في مادة الكيمياء للصف الثاني عشر التأسيسي وموضوع درسنا اليوم عن البوليمرات الطبيعية الجزء الأول أهداف الدرس في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن الهدف الأول يعدد بعض أنواع بوليمرات التكاثف الطبيعية بدقة الهدف الثاني يقارن بين النشا والسليولوز من حيث ألف التركيب باء الذوبان في الماء جيم ونلاحظ عزيز الطالب أن جميع الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وكذلك الإنسان تحوي في تركيبها على بوليمرات كما نرى في الصور الموضحة أمام حضراتكم ونبدأ بإذن الله تعالى موضوع درسنا اليوم عن البوليمرات في النباتات وهم جزئين رقم واحد النشا وهو سكر عديد يتكون من تكاثف أكثر من 300 وحدة من المنمر الفا جولوكوز أي أن النشا سكر عديد يتكون من وحدة أساسية تسمى الفا جولوكوز ويوجد مختزن في النبات مثل البطاطة الحلوة أو البطاطس أهم خواص النشا رقم واحد لا يزوب في الماء البارد ولكن يزوب في الماء الساخن مكونا حبيبات متماسكة اثنيني يصنعه النبات أثناء إتمام عملية البناء الضوئي أي أن النشا هو أحد نواتج عملية البناء الضوئي الذي يختزن داخل النبات استخدامات النشا يستخدم النشا في صناعة الغذاء ويمكن أن نطرح هنا سؤال بما تفسر استخدام النشا في صناعة الغذاء أسمع أحد طلاب الأعزاء يجيب لأنه يزوب في الماء الساخن مكونا حبيبات متماسكة وهنا يمكن أن نطرح سؤال آخر أذكر بعض الأغذية التي يستخدم فيها النشا مثل المربى المهى اللبية والسحلب فطائر الفواكه ثانياً من البوليمرات الطبيعية التي نتطرق إليها في حصة اليوم السليلوز وهو عبارة عن سكر عديد يتكون من تكاثف وحدات من منمر البيتا جولوكوز ويوجد في جميع أنسجة النبات وأهم خواص السليلوز واحد لا يزوب في الماء اتنين تتكون منه أنسجة النبات أي يصنع منه النبات ثلاثة يمكن الحصول على سليلوز القطن من ألياف نبات القطن استخدامات السليلوز فيما يستخدم السليلوز في صناعة الملابس وهنا يمكن أن نطرح سؤال بما تفسر استخدام السليلوز في صناعة الملابس أستمع لأحد طلاب الأعزاء يحاول أن يجيب لأنه لا يزوب في الماء أحسن نقوم معا أعزاء الطلاب بحل عدة تدريبات التدريب الأول بما تفسر بالرغم أن النشا والسليلوز يتكونان من نفس السكر كوحدة بنائية إلا أنهما يتصرفان بشكل مختلف تماما أسمع أحد طلاب الأعزاء وهو يجيب وذلك لاختلاف طريقة ارتباط جزيئات السكر ببعضها في النشا والسليلوز ونستطيع توضيح هذه النقطة من خلال الصيغة البنائية لكل من النشا والسليلوز كما ترون أعزاء الطلاب في الصور الموضحة ونستطيع أن نرى معا اختلاف طريقة ارتباط جزيئات ألفا جولوكوز في النشا عن جزيئات بيتا جولوكوز في السليلوز ولكن هذه الصيغة البنائية للاطلاع الزاتي فقط ننتقل إلى التدريب الثاني يعتبر كل من النشا والسليلوز من البوليمرات الطبيعية التي تتكون من تكاثف جزيئات من الجولوكوز فما الفرق بين الوحدة البنائية المكونة لكل منهما؟ أسمع أحد طلاب الأعزاء يبادر بالإجابة الوحدة البنائية المكونة للنشا هي أحسنت ألفا جولوكوز وطالب آخر يجيب الوحدة البنائية المكونة للسليلوز هي أحسنت بيتا جولوكوز تدريب آخر نستطيع من خلاله تلخيص أهم النقاط الرئيسية في درسنا اليوم أكمل الجدول التالي للمقارنة بين النشا والسليلوز من حيث ثلاثة نقاط هامة رقم واحد الوحدة البنائية اثنين الزوبان في الماء ثلاثة الاستخدام مع التفسير الوحدة البنائية للنشا هي ألفا جولوكوز بينما الوحدة البنائية في السليلوز هي بيتا جولوكوز الزوبان في الماء بالنسبة للنشا لا يزوب في الماء البارد ولكن يزوب في الماء الساخن مكونا حبيبات متماسكة ننتقل إلى الزوبان في الماء بالنسبة للسليلوز لا يزوب في الماء رقم ثلاثة الاستخدام بالنسبة لاستخدامات النشا يستخدم في صناعة الغزاء بما نفسر ذلك لأنه يزوب في الماء الساخن مكونا حبيبات متماسكة استخدام السليلوز في صناعة الملابس بما نفسر ذلك لأنه لا يزوب في الماء وننتقل إلى تدريب آخر اختر الإجابة الصحيحة من الإجابات الآتية رقم واحد أي مما يلي يمثل الوحدات البنائية الأساسية المنمر في تركيب النشا A. ألفا جولوكوز B. بيتا جولوكوز C. أحماض أمينية D. أحماض نووية ألاحظ أحد طلاب الأعزاء يبادر بالإجابة هي A. ألفا جولوكوز السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة أي مما يلي يمثل الوحدات البنائية الأساسية المنمر في تركيب السليلوز A. ألفا فاركتوز B. بيتا جولوكوز C. ألفا جولوكوز D. سكر الملتوز أجد طالب آخر من طلاب الأعزاء يجيب هو الاختيار الثاني بيتا جولوكوز بعد مشاهدة الفيديو يرجى الانتقال إلى تطبيق Microsoft Teams ومن ثم الدخول إلى الواجبات لحل الواجب الإلكتروني خلال 24 ساعة مع تمنيتي لطلابي وطالبات الأعزاء بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر